اشتركوا في القناة تقود الحراك الشعبي للمطالبة بانهاء الانقلاب العسكري وتسليم السلطة للمدنيين وانتشرت قوات الامن السودانية في شوارع الخرطوم ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها لسد الطريق او الطرق الرئيسية المؤذية الى مقر القيادة العامة للجيش وهو المكان المعتاد للتظاهرات من جانبه قال رئيس لجنة التنسيق بمبادرة اهل السودان للتوافق الوطني هاشم قريب الله عقب اجتماع مع منظمة الايجاد والاتحاد الافريقي وبعثة يوني تامز ان المبعوث الافريقي ابدى دعمه للمبادرة للوصول الى حل ينهي الازمة السياسية في البلاد وضف هاشم ان الاتحاد سيكون على تواصل دائم مع لجنة المبادرة بهدف انجاح حوار لا يستثني احدا من الفرقاء السياسيين السودانيين وفق تعبيره الاتحاد الافريقي سيكون على تواصل دائم مع لجنة المبادرة وانهم سيقدموا كل الدعم المطلوب لانجاح هذا الحوار وان هذا الحوار لن يستثني احد من الفرقاء السياسيين وان هذا الحوار هدفه الاساسي هو ان يخرج البلاد من هذه الازمة التي تطاول امدها ونحن كلنا نعلم بالتداعيات الخطيرة التي ترتبت جراء حالة التشاكس السياسي من انفراط العقد الامن في ولايات دارفور وفي ولاية النيل الازرق وفي ولاية الشرق وفي العديد من انحاء السودان المختلفة نزيدنا من التفاصيل ينضموا الى نعبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم هاشم قريب الله الرئيس تنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان لتوافق الوطني سيد هاشم مرحبا بك إذن يبدو أن مبادرة نداء أهل السودان تنضي قدمان في محاولة وضع الحوار على الطاولة ووضع الفرقاء جميعا على طاولة الحوار ماذا التفاصيل المتعلقة بلقاءاتكم الأخيرة بالإيجاد والاتحاد الافريقي أو مثل الاتحاد الافريقي وغيره في السودان بسم الله الرحمن الرحيم تم صبيحة هذا اليوم لقاء مع السفير محمد بلعيش سفير الاتحاد الافريقي وتناول هذا اللقاء مبادرة نداء أهل السودان وأوضحنا له الفكرة العامة للمبادرة التي تهدف إلى قيام مائدة مستديرة لا تستسني أحدا من الفرقاء السياسيين حتى نستطيع أن نتوصل إلى اتفاق في حده الأدنى بين الفرقاء ونستطيع أن نشكل حكومة انتقالية ذات مهام محدودة تُعنى بالأمن وبالاختصاد وبموضوع الانتخابات نحن الآن على اتصال مع عديد من الفاعلين الدوليين بدأنا هذا اللقاء اليوم مع الاتحاد الافريقي وسيكون لنا إن شاء الله لقاء آخر مع السيد فولكر وهناك لقاء أيضا يكون مع ممثل الإيقاد وسيكون هناك لقاء كبير جدا يجمع كل البعثات الدبلوماسية في السودان لنوضح لهم هذه المبادرة وأن هذه المبادرة هي مبادرة على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين نحن لسنا طرفا في الصراع السياسي ولكننا نقول بأن السودان الآن وصل إلى مرحلة من الأزمة لا نستطيع أن نمضي في هذا الطريق طويلا لأن السودان الآن يفتقد إلى حكومة تدير شأنه لمدة عشر شهور وهناك مستجدات في المسرح السياسي إذ أن العسكريين ستخرجوا بالكلية من الحوار السياسي والآن لزاما على كل السياسيين المدنيين أن ينخرطوا في هذا الحوار حتى لا يضيع المصلحة القومية للبلاد وأن هناك تداعيات خطيرة لغياب الحوار كما أوضحت بأن هناك مشاكل إثنية واختتال في منطقة النيل الأزرغ واختتال أيضا في مناطق دارفور وفي مناطق الشرق كل هذه التداعيات إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها السودان وهي أزمة غير مسبوقة حقيقة إذ أنها قد لمست كل بيت من بيوت أهل السودان لذلك نحن نناشد كل القوى السياسية ونناشد الضمير الحي لكل الفرقاء السياسيين أن ينضموا إلى هذا الحوار هذا الحوار ليس لديه أجندة إلا المصلحة القومية هذا الحوار ليس له انحياز لأي طرف من الأطراف سيد هاشم منذ بدأتم هذه المبادرة وقد أوضحت تفاصيل متعلقة بها وأن الدعوة مفتوحة للجميع وأنها لتقريب وجهات النظر وللعبور بسودان من الأزمة الحالية من هي الجهات التي من الأحزاب السياسية أو من الفرقاء السياسيين في السودان إن صحت المفردة من الذين أبدوا موافقة للجلوس إلى طاولة الحوار ومن الذين حتى اللحظة لم تتمكنوا من الحصول على موافقتهم وما هو العائق لذلك طيب من الأشياء المفيدة بأننا لم نتلقى احتراض من أي مكونات السياسية يعني هناك من تواصل معنا وأبدأ موافقته للجلوس لمائدة الحوار وهناك من وصلته الدعوة ونحن ننتظر أن يعلن مواقفه من أجل أن نتواصل معه حتى نصل إلى هذه المائدة يعني الدعوة المبادرة وصلت أكثر من 90% من القوى السياسية ونحن نستكمل هذه الدعوات ووصلت الدعوة إلى المجلس المركزي للحرية والتغيير وإلى حزب البحث وإلى الحزب الشيوعي وإلى حزب الأمة والحزب الاتحادي والكثير من الأحزاب السودانية المسجلة وغير المسجلة كل هذه الأحزاب قد وصلتها الدعوة وصلت الدعوة أيضا لكثير من القوى المجتمعية وصلت الدعوة للإدارات الأهلية والطرق الصوفية ولمنظمات المجتمع المدني نحن نريد أن تكون هناك مظلة وطنية كبيرة نجلس تحت هذه المظلة ويكون هناك حوار سوداني سوداني يثمر توافقا في حده الأدنى حتى نستطيع أن نعبر هذا الجسر إلى مرحلة الاستقرار إن شاء الله ابقى معي سيد هاشم قريب الله ينضم إلينا عبر الأخمال الصناعية أيضا للمشاركة في هذا الحوار سيد عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيد عادل مرحبا بك أتمنى أنك استمعت إلى ما كان يقوله ضيفي سيد هاشم قريب الله وأنتم أبدايتم أنكم تقفون على مسافة من كل المبادرات المطروحة وترحبون بكل المبادرات ولكن لديكم رؤية في الحرية والتغيير المجلس المركزي تريدون الإفصاح والإعلان عنها بداية قبل الانخراط في أي حوار ولديكم اشتراطات متعلقة بهذه مع الحوار أو اشتراطات متعلقة لأجل الدخول في الحوار كيف تنظر إلى تلك المبادرة في هذه اللحظة وإلى أي مدى تقترب من تصوركم الذي أعلنتم عنه أو الذي ستعلنون عنه تحية لمتابعي ومشاهدي الجزيرة مباشر والتحية لضيفك الكريم الحرية والتغيير ما تزال لدى موقفها اللي عبرت عنه الرؤية واللي قدمت لقطاعات واسعة من شعبنا واللي مفاد أنه انقلاب 25 أكتوبر وصل الأزمة السودانية إلى مرحلة لا يمكن تجاوزها والخروج منها إلا بإسقاطه وإنهاء كل ما ترتب عليه من إجراءات وتدابير وأكدت أيضا مرارا بأنها لن تنخرط ولن تشارك في أي عملية لا تحقق هذا الهدف باعتبار أن هذا الهدف هو مطلب شعبي عبر عنه الشعب السوداني وما يزال بتضحيات جسام وبتصاعد نضاله وبيتمسكه بالسلمية رغم العنف المفرط وغير المسبوق اللي بدر من قيادة الإنقلاب من خلال إعطاء أوامر الأجهزة القمعية اللي بتواجه الشعب يوميا الآن أنا قادم من ومدرمانا لطرق مواجهات شعبية ما بين بعض المتظاهرين السلميين في عدة أحياء متفرقة في العاصمة وعلى هذا الأساس نعتقد أن المبادرات لا نشكك في نوايا مطلقيها ولكنها اتحولت إلى مطية للنظام لكسب الوقت وباعتبار أنه يعني يراهن على مبادرة وتستنفذ أغراضها تتحرك مبادرة أخرى باعتبار أنه في فراغ الفراغ ده ناجم من أنه فيه استفاف وطني هناك فصاتين أو خندقين خندق القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي القطعة الطريق أمامه إنقلاب 25 أكتوبر ومتمسك قواه بالنضال السلمي الديمقراطي لإنهاء هذا الوضع الاستثنائي لتواصل مسيرة الانتقال السلمي الديمقراطي الفصات الآخر أو الخندق الآخر أو المعسكر الآخر هو قوى النظام المباد فلولو الغواء الساهمت في إعاقة الانتقال الديمقراطي كمغدمة للانغلاب عليه كما حدث في 25 أكتوبر محاولة الحديث عن مائدة مستديرة تجمع ما بين هذين الخندقين ده محاولة أشبه بمحاولة خلط الماء بالزيت وعلى هذا الأساس بنعتقد أن المبادرات دون أن نشكك في نوايا أصحابها هي تحولت إلى أداء لشراء الوقت من قبل النظام وبدلا من أن يطلق أصحاب المبادرات مبادراتهم ندعوهم للإنحياز إلى الشعب ودعم نضال السلمي الديمقراطي لإسقاط الانغلاب باعتبار أن المبادرة بتحيد دور أو موقف من ينخرطون فيها ويحاولوا أن يساووا بين المعسكرين أو بين الخندقين ولكن صيد عضل أنت تقول أن هذه المبادرات تحولت إلى مطية لأجل كسب الوقت للمكون العسكري الفريق بفتح البرهان أعلن انسحاب المكون العسكري من الحوار وطلب القوى المدنية بتشكيل حكومة أو الإعلان عن تشكيل حكومة والاتفاق فيما بينها منذ الرابع من يوليو أي منذ شهر كامل من الآن وفي الوقت نفسه أنتم منذ ذلك الوقت وربما قبل ذلك في الحرية والتغيير تقولون أن لديكم رؤية دستورية للمرحلة وستتفقون مع القوى الأخرى عليها وستقومون بإعلانها ولن تجلسوا إلى الحوار مع القوى التي تقولون إنها دعمت لانقلاب مرة شهر كامل سيد عادل وحتى لحظة لم تعلنوا عن شيء وهذا معناه أن المكون العسكري ليس بحاجة إلى اكتساب الوقت أنتم تعطونه ما يريد من الوقت وربما أزيد أولا حصلت تناول إعلام غير دقيق لما أورد قائد الإنقلاب في خطابه في أربع يوليو الماضي الغايد الإنقلاب بصريحة العبارة قال إن سحب الجيش من الحوار الذي ترعاه الآلية بعض وصائد الإعلام فسرت أو أولت هذا الحديث بأنه هو دعا أو التزم بالانسحاب من العملية السياسية برمتة كما يطالب الشعب السوداني والفرق بين انسحابه من الحوار وانسحابه من السلطة ومن العملية السياسية شيء آخر نحن لا نضبط ساعة بتوقيت محدد حتى نسقط الإنقلاب غوامنا عبود ثمانية سنوات وسقط غوامنا مايو وغوامنا الإنقاس لسنا مغيدين بزمن محدد رؤيتنا التي نعكف عليها مع قطاع واسع من شعبنا ليست لها صلة بدعوة غائد الإنقلاب في أربعة يوليو هي دعوة لبلورة أوسع جبهة من القوى المعارضة للإنقلاب المتمسكة بالانتقال الديموقراطي ما أمكن لتوحد وتنسق ما بين مراكزها الغيادية حتى تصل للحظة الحاسمة بإعلان الإضراب السياسي اسمح لي فقط بتصحيح نقطة قبل الانتقال إلى ضيف هاشم قريب الله أنت تقول أن القراءة الإعلامية لخطاب الفريق البرهان تحدثت عن أنه ينسحب من الحياة السياسية بينما هو فقط قال أنه سينسحب من حوار الألية الثلاثية أو الحوار الذي ترعاه الألية الثلاثية الخطاب الذي ألقاه الفريق البرهان أكد فيه على أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس على القوات المسلحة بعد تشكيل حكومة مدنية وستدعود المؤسسة العسكرية إلى ممارسة مهامها ولم يكن هذا الخطاب فقط هو الذي قال ذلك كان هناك أكثر من تصريح لآخرهم تصريحات محمد حمدان حمدتي بشأن انتحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية بعد تشكيل حكومة مدنية واتفاق القوى المدنية وهذا لا يعني أننا إعلاميا أخطأنا في تفسير ذلك أنتم تقرؤونه بشكل مختلف سؤالي إلى سيد هاشم قريب الله سيد هاشم قريب الله هل أنتم تشترون الوقت للمكون العسكري لأجل مزيد من البقاء في السلطة وفقا لما يقوله سيد عادل خلف الله ما أنكم بهذه المبادرة تقومون بخلط الماء بالزيت كما قال ضيفي قبل قليل نحن بهذه المبادرة نقوم بخلق البيئة الصحية المناسبة التي توفر لكل الفرقاء السياسيين حرية إبداء الرأي والمشاركة الفاعلة والجادة ونستطيع بهذه المائدة أن نجمع ما لم يستطيع السياسيين أن يجمعوه خلال الثلاث سنوات الماضية نحن بهذه المبادرة نستطيع أن نقدم رؤية مشتركة للحل نحن بهذه المبادرة نستطيع أن نتفق على مشتركات في حدها الأدنى هذه الفترة الانتقالية أخت الكريمة مهما تطاولت هي فترة قصيرة نحن نريد أن نصل إلى مرحلة الانتخابات عبر تشكيل حكومة تقود هذه الفترة الانتقالية وهي حكومة ذات مهام محدودة نحن نريد أن نصل إلى مرحلة الانتخابات لأن مرحلة الانتخابات هي بوابة الوصول إلى تحول ديمقراطي مدني آمن نحن مع التحول الديمقراطي المدني نحن لسنا مطية لأحد ولكن نحن يحرقنا الهم الوطني هذا الهم الذي يحرق كل سودان غيور تجاه ما يحدث الآن في السودان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرى هذه الدماء الطاهرة الزكية تسيل في ولايات السودان المختلفة وفي شوارع الخرطوم ونقف مكتوفي الأيدي نحن لا نملك السلطة على أي فريق من الفرقاء السياسيين نحن لا نستطيع أن نلزمهم إلزام بأن يأتوا إلى هذه المائدة ولكن ما نستطيع أن نقوله بأننا نستطيع أن نوفر هذه البيئة المناسبة التي يستطيع فيها أهل السودان إذا صدقت النوايا وإذا وضعت مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والمصالح الشخصية حتى نستطيع أن نؤمن لهذا البلد عبور آمن نحن نريد أن نعبر هذا الجسر الذي مليء بالأزمات ومليء بالتشاكس السياسي منذ أن حدثت تغيير هذه الثورة السودانية الكبيرة التي حدثت في 19 ديسمبر ومنذ أن حدثت تغيير لم يستطيع أهل السودان أن يكونوا رؤية موحدة نحن نريد من هذه المبادرة أن تكون هي المائدة التي يمكن أن نكون فيها هذه الرؤية الموحدة نحن منفتحون على كل أبناء السودان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار نحن لا نستسني في الحوار أحد لا يمكن بأي حال من الحوار أن نقول بأن هناك من يستطيع أن يستسني مواطن سوداني الشيء الوحيد الذي قلناه في هذه المبادرة بأننا لن ندعو خزب المؤتمر الوطني لأن هناك إجماع شعبي وإجماع سياسي بأن المؤتمر الوطني لن يكون شريكا أبدا في هذه الفترة الانتقالية لن يكون أبدا لأنه يعني كوى النظام التي ثارت ضده يعني هذه القوة وأريد إجابة سريعة على ذلك حتى أستطيع أن أمضي قدما بهذا النقاش في الوقت الذي تقول أنت فيه ذلك هناك أزمة ثقة هناك أزمة متعلقة بثقة الحرية والتغيير المجلس المركزي بمن دعموا إجراءات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر وهم يسمونها بانقلاب أنتم تقولون أنهم اجلسوا على طاولة حوار واحدة مع هؤلاء ما الذي يضمن لهم أنهم انجلسوا مرة أخرى على هذه الطاولة ألا يعودوا مرة أخرى لدعم انقلاب عليهم مرة جديدة الضامن يا أختي الكريمة هو الشعب السوداني الشعب السوداني الآن هو الذي يحكم على كل فريق من الفرقاء السياسيين كل من يعطل عملية هذه الحوار لا يراعي المصلحة السودانية بأي حال من الأحوال نحن لسنا منحازين لأي طرف من الأطراف يعني أنا أسألك بصورة صريحة وواضحة كيف يمكن أن نخرج من هذه الأزمة هناك سلطة قائمة الآن هذه السلطة انسحبت تماما من العملية السياسية نحن كنا في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة وقال لنا بالحرف وأنا أنقل ما دارا بأمانة وصدق بأنهم كعسكريين لن يكونوا أبدا طرفا في العملية السياسية سيكونون في الموقع الذي يجلس فيه العسكريين دفاعا عن حدود هذه البلاد وصونا لأرضها وشعبها لن يكونوا أبدا طرفا في هذا الحوار ولكن إذا لم تستطع القوى السياسية أن تجتمع وأن تتفق على المشتركات في حدها الأدنى كيف يمكن لهم أن يخرجوا من هذا المشهد بالكلية لا يخرجوا من هذا المشهد إلا بحالة من التوافق السياسي بين مكونات السودان المختلفة هذا هو المخرج ونحن في المبادرة لا نرى أن هناك أي مخرج لأن هذه الأزمة تطاولت هذه الإجراءات التي قام بها الجيش في 25 أكتوبر الآن لدينا عشرة شهور دون حكومة كيف يستطيع الشعب السوداني أن يضمن مصالحه ونحن ليس لدينا حتى حكومة تستطيع أن تؤدي المهام الأساسية للشعب ونبقى أيضا في السودان حيث التقى عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليوني تامز في السودان فولكر بيرتس وقالت مديرة مكتب الشؤون السياسية في يوني تامز استفني خوري أن اللقاء بحث استئناف العملية السياسية بالبلاد وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي وأوضحت أن اللقاء أكد على أهمية مشاركة للقوى السياسية في حيث عملية الحوار وتوحيد الجهود دعما له والسعي لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية كما وأكدت أن اللقاء تطرق إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية ينمو إلينا عبر الإنترنت أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في السودان سيد أسامة مرحبا بك ما يتفاصيل هذا اللقاء؟ نعم شكرا جزيلا لقناة الجزيرة هذا اللقاء جزء من سلسلة من اللقاءات ابتدرت الجبهة الثورية منذ أن أعلنت مبادرتها في مدينة الدمازين من قبل حوالي الأربعة أشهر واستمرت حراك الجبهة الثورية في تواصل مع القوى السياسية ومع الآلية السلاسية ومع كل الأطراف الفاعلين وأثبت الزمن منذ ذلك الوقت إلى الآن صحة رؤية الجبهة الثورية في تشخيص الأزمة السودانية وصحة مبادرتها التي أطلقتها وصحة توصيفها للأطراف الذين يجب عليهم الجلوس للحوار وصحة موقفها أيضا في الاجتماع الأول الذي دعت إليه الآلية السلاسية للحوار حيث الجبهة الثورية تقدمت بمقترح رفع هذه الجلسة لأن هناك طرف رئيسي لم يكن حاضرا وهو الحرية والتغيير لذلك قلنا للآلية السلاسية يجب أن تبزل جهدا مع كل الأطراف الفاعل لكي يكونوا طرفا في الحوار ولكن لن ننضي في حوارا بمن حضر وكذلك أعلننا عبر الجزيرة موقفنا عندما أعلنت العلن المكون السياسي المكون العسكري خروجه من العملية السياسية قلنا أننا كالكجبهة السورية لن نكون طرفا في حوار مدني يقيب عنه العساق نحن رؤيتنا أن هناك أطراف رئيسية سمتها الوسيقة الدستورية نحن جزءا من هذه الأطراف وهم ثلاثة أطراف معنيين بإيجاد حل أول للأزمة السياسية السودانية وهم الحرية والتغيير المكون العسكري وأطراف السلام هم ثلاثة أطراف شكلوا الحكومة وهم المسؤولون عن إدارة الفترة الانتقالية وفقا للوسيقة الدستورية وإن كنا نريد حلا يجب عودة هذه الأطراف إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى تسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة من كفاءات وطنية لإدارة الفترة الانتقالية ومن ثم ننتقل إلى الحوار في مرحلته الثانية يكون فيه كل الأطراف السياسية السودانية مع عدل المنتمر الوطني هل معنى ذلك سيد أسامة أنكم الآن عندما جلستم إلى سيد فولكر بيرتز تناقشون مسألة عودة المكون العسكري مرة أخرى إلى طاولة الحوار بعد أن أعلن الفريق البرهان منذ شهر حتى الآن انسحاب المكون العسكري من حوار ترعاه الأليا الثلاثية هل هناك حوار نتوقعه بين المكونات الثلاث التي تحدثت بشأنها نعم نحن نبزل جهدا في ذلك ونحن نرى بأن لا بد من وجود المكون العسكري ولا بد كذلك من وجود الحرية والتغيير في الحوار في مرحلته الأولى لتسمية رئيس الوزراء واختيار الحكومة نحن نقول بأن على المكون العسكري أن يختار في أي مكان يجلس ولكن عليه أن ينضي في الحوار إن أراد أن يجلس في المجلس الأمن والدفاع أو في المجلس الأعلى لقوات المسلحة هذا شأنه ولكن حتى نصل إلى هذه النقطة يجب أن نتحاور ولذلك يجب أن نتحاور الفاعلين السياسيين المعنيين بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في حوار أولي وثم من بعد ذلك ننطلق إلى الحوار الأكبر لكي نناقش القضايا الكبرى من بين قضية أزمة الحكم قضية الانتقابات قضية صناعة الدستور سيد أسامة أيضا أريد أن أقصل على هذه المعلومة منك إن كانت متوفرة نائب رئيس مجلس السيادة في حواره قبل يومين قال إنهم متواصلون مع الحرية والتغيير لأجل وأن الخلاف الحالي هو على طريقة إدارة المرحلة هل معنى ذلك أن هناك بالفعل تواصل بين الأطراف الثلاث التي سميتها المكون العسكري الحرية والتغيير المركزي أطراف اتفاق السلام وتنقشون الآن هذه التفاصيل المتعلقة بتشكيل مجلس وزراء أو حكومة ثم بعد ذلك الانتقال الديمقراطي ليست هناك حوارات رسمية ولكن نحن السودانيون نتحاور بشكل مباشر وكذلك لدينا قنواتنا في الاتصال للتحاور أنا أقول أن الحوار لم ينقطع ولن ينقطع ما يتميز به الإساس السودانيين بأن لديهم آليات ولديهم سبل للتواصل بشكل أو بآخر أنا أقول بأن السبيل الأوحد لحل الأزمة هو الجلوس بين الفرقاء الثلاث المكونة العسكري عطراف السلام وبرعاية الآلية السلاسية هذا ما قلناه للآلية السلاسية وما سوف نسعى ونواصل سعينا من أجل عودة المكونة العسكري ومن أجل عودة الحرية وتغيير إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة جند واحد وهو الجند المتعلق بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة أما بقية القضايا الأخرى يتم معالجتها في حوار شامل في مرحلته الثانية يشترك فيه الجميع مع عدل المؤتمر الوطني لمناغشة تلك القضايا أنا أقول أن السبيل للوصول لحل الأزمة هو عن طريق الحوار وهذا ما أقرته للمبادرة ونحن نسعى بشكل دائم وبشكل يومي ولدينا في القريبة العادي اللقاءات مع هذه الأطراف التي ذكرتها لكي نصل إلى نقطة وسطى في كيفية نحن كيف نتحاور نحن نقول للمكونة العسكري يمكن أن تختار ما تشاء من أي موقع تجلس في إدارة الفترة الانتقالية هذا شأنه ولكن من مصلحة البلد أن نتحاور حتى نصل إلى هذه الأماكن التي يختارها قد يكون أطرافا أخرى يختارون مواقع أخرى ويختارون أمات أخرى يجيسون فيها لإدارة الفترة الانتقالية والتعبير عن آرائهم منها نحن نقول هذا أمر يأتي عن طريق الحوار لكي نصل إلى هذه المعادلة التي نتوافق حولها في كيفية إدارة الفترة الانتقالية فمن بعد ذلك كل طرف لديه الحق في أن يختار كيف يقدر يعبر عن رأيه من أي موقع وكيف يستطيع أن يساهم في إدارة الفترة الانتقالية للوصول إلى التحول الديمقراطي إلى الانتخابات التي يختار فيها الشعب السوداني منها ابقى معي سيد أسامة وأذهب إلى سيد عادل خلف الله سيد عادل يبدو هذا الطرح متوافق مع ما تقولونه منذ أعنى للفريق البرهان انسحاب المكون العسكري من الحوار الذي ترعاه الأليا الثلاثية أنتم تصرون على ضرورة الحوار مع المكون العسكري لأجل إنهاء الانقلاف ثم بعد ذلك الموضي قدما أين يكمن الخلاف وإلى أين مدى وصلت هذه الاتصالات أنا أؤكد أولا أن خطاب البرهان في أربعة يوليو لم يتضمن قولا صريحا ملزما بانسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية والسلطة أعطى لنفسه من خلال الاستمرار في مجلس السيادة تشكيل حكومة تسيير أعمال نسأل مع شعبنا الحكومة لتسيير أعمال السلطة لدى من؟ البرهان في خطابه وضع السلطة تحت مسمى جديد هو المجلس مجلس الأمن والدفاع وهو خطة تلمسناها في قوة الحرية والتغيير منذ أول لغاء في أبريل 2020 كان ومنذ تلك الحين وحتى الآن هناك تشبس من قبل المكون العسكري بالسلطة ويرغب في أن تكون السلطة تحت يديه ويجرف من خلال على حكومة منزوعة السلطات اقتضت توازنات الغوة والمزاج العام في أن تشكلت وسيقة دستورية قامت على فكرة الشراكة الشراكة حكمت على مصداقية أطرافها وكما حكمت على الدور الذي كان وما يزال أن تقوم به الأطراف التي رعت الحوار وعلى هذا الأساس حينما نؤكد بأن قائد الإنقلاب ما يزال يراوق ويطلق في مبادرات ويحفز مبادرات لإرباك الأرائي العام في سبيل التشبس بالسلطة لا نسق في أي انتخابات يشرف عليها نظام غير ديمقراطي لا نسق في أي إجراءات وتدابير تتم بمعزل عن سلطة مدنية ديمقراطية والفرق واسع ما بين ما ندعو له ويدعو له شعبنا في سلطة مدنية ديمقراطية تفرض سلطة على كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية والعسكرية نقطة ثانية لو سمحت أحب أن أشير إليها يرد الحديث مكررا من من يطلقون المبادرات وفي الحديث عن أن الدعوة التي يطلقونها مستسنى منها المؤتمر الوطني هذه أضحوك سيدتي المؤتمر الوطني لم يعد في حاجة إلى أن يستسنوه المؤتمر الوطني الآن مسيطر على جهاز الدولة المدني والعسكري ومسيطر على الأجهزة الحساسة وغابد على البنك المركزي وغابد على مفاصل الاقتصاد ما حاجته طالما هنالك من يمرر في خطوطه أن يجلس فيما إذا تكون مستديرة أو مربعة خطنا واضح مع شعبنا ومع المؤمنين حقيقة بالانتقال الديمقراطي أن ينطلقوا من حقيقة أن هذا الشعب ونحن في قلبه لن نستكيم وسنواصل نضالنا وصولا لإعلان إضراب سياسي وعسيان مدني من خلال أوسع جبهة معارضة ممكنة لنزع السلطة من المكون الإنغلابي وليس استعادتها كما يتصور البعض بحوار هو أشبه ما يكون بحوار الطرشان لأنه لن يفضي بنتيجة وباعتباره أنه كما أشرت يحاول أن يجمع بين الضدان الذين يؤمنوا بالشعب السوداني وبإرادته وتطلعاته عليهم أن يتذكروا بأن هذا الشعب خرج فجرًا سيد عادل أنت أجبتني أنت كنت تتحدث الآن عن ما قاله ضيفي هاشم قريب الله ولكنك لم تجبني لا من قريب ولا من بعيد على ما قاله سيد أسامة سعيد بشأن وجود نقاشات وحوارات الآن لأن يجلس المكونات الثلاث التي أدرت المرحلة الانتقالية السابقة وهي المكون العسكري الحرية والتغيير المركزي قوى السلام في حوار لتشكيل الحكومة واستكمال المرحلة الانتقالية أنت لم تجبني على ذلك ليس هناك حوار بمعنى حوار بين هذه الأطراف السلاسة ممثل عن مرجعياته وأطره لم تجلس قوى الحرية والتغيير منذ اللغاء الذي تم في بيت السفير السعودي مع المكون الانقلابي باعتبار أنها قالت قولها الفصل المعبر عن تطلعات الشعب السوداني في ذلك اللغاء إذن سأكتفي منك بهذه الجملة ليس هناك حوار بمعنى الحوار يبدو أن هناك اتصالات ولكن ليس هناك حوار بالمعنى التقليدي للجلوس على الطاولة ولكن يبدو أن هناك اتصالات سيد هاشم قريب الله لا يبدو أن مبادرتكم وفقا لما قاله لا سيد أسما سعيد ولا سيد عادل خلف الله لديها القدرة على حل حلة هذه الأزمة السياسية فهناك من يرى أنه لا بد أن يجلس مع المكون العسكري فقط ولا يريد الجلوس مع بقية القوى السياسية متهما إياها بأنها دعمت لانقلاب وهناك من يعتقد أن القوى التي أدرت المرحلة سابقا هي التي عليها الآن الجلوس مرة أخرى وحل حلة الانقلاب حتى باستثناء القوى التي دعمت إجراءات الخمس والعشرين من شهر أكتوبر يا أخت الكريمة نحن في هذه المبادرة كما أسلفت لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نرغم أي فريق من الفرقاء السياسيين بالجلوس ولكن نحن في هذه المبادرة مهمتنا أن نكون وسطاء بين الفرقاء السياسيين نحن في هذه المبادرة نحكم الشعب السوداني لأننا نعتقد أن من يعطل الحوار الذي ليس لديه أجندة ولكن هو حوار متعلق بالمصلحة العليا للبلاد يعني التحول المدني الديمقراطي الذي تحدث عنه ضيفك الكريم لا يمكن أن يتم في هذه الأجواء التي لا تستطيع حتى فيها القوى المدنية أن تجتمع على كلمة سواء لماذا لا تجتمع القوى المدنية وتقول بأنه يعني تفضل يعني الضيف الكريم بأن العسكريين يريدون أن يمسكوا بالسيادة وأن يمسكوا بالبلاد ولا يودون إلا بحكومة تسيير أعمال يعني منزوعة الدسم يعني لا تستطيع أن تفعل شيء لماذا لا يتفق السياسيين كلهم بأنهم لن يسمحوا للمكون العسكري بأن يفعل هذا الشيء لماذا لا يكتمعون على أن الانتقال المدني الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع يعني أن تعبر بهذه البلاد يعني في جسر الأزمات هذا الجسر الذي يعني 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 أوقدوا فيه النار بهذا التشاكس لماذا لا يستطيع الفرقاء السياسيين أن يتفقوا مع القوى المدنية السياسية حالة الاتفاق يعني المفقودة منذ سنوات في هذه البلاد يعني السورة بعد أن جاءت كنا نمنى النفس بأن هذه السورة ستجعل كل القوى المدنية في وحدة كاملة وتامة ولكن التجربة البسيطة أوضحت بأن هذه القوى المدنية تحتاج إلى وسيط نحن نقدم أنفسنا كوسطاء ليس لدينا انحياز لأي طرف من الأطراف نحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال كما أسلفت أن نرغم هذه القوى ولكن نستطيع أن نقول بأن كل من يأتي إلى هذا الحوار له الحق في أن يعبر عن رؤاه سوى أنه كان يريد كما تفضل الضيفك الذي يمثل الجبهة السورية بأن يكون المكون العسكري موجود في العملية السياسية أو من يريد كما تفضل ممثل الحرية والتغيير أن لا يكون المكون العسكري جزءا من هذه العملية السياسية لا بديل للحوار أخت الكريمة إلا الحوار لا نستطيع أن نمضي في هذا الطريق إلى ما لا تحمد عقباه نحن نرى أن الوطن يتخطف من أطرافه فلا بد أن نخاطب هذا الضمير هذه القوى لا بد أن تعلي من صوت الوطنية في داخلها وأن تجلس طواضعا لمصلحة هذا الشعب وضحت الفكرة سيد هاشم السؤال إلى سيد وسامة سعيد سيد وسامة متى نتوقع تحديدا أن يتم الإعلان عن شيء مكتمل لهذه الاتصالات التي تتحدثون بشأنها متى نتوقع أن نسمع أخبار حاسمة بشأن الاتفاق بين القوى الثلاث واختيار رئيس وزراء وهل هناك ألية بعينها هل هناك أرضية بعينها تتحدث أنها ستكون هي الأرضية التي سيتم الاستناد إليها أما أنكم ستستندون إلى الوثيقة الدستورية التي تم إيقافها عن العمل في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر نعم نحن نقول أن المبادرة التي أطلقتها الجبهة السورية والحراكة التي تتدره الآن الجبهة السورية لعودة العملية السياسية بأطرافها الذين ذكرتهم هذه المبادرة وهذا الحراك سوف يتواصل وأثبتت الأيام صحة هذا الموقع بأن الأرضية التي تنتظر منها المبادرة هي الوثيقة الدستورية أي مبادرة أخرى ليست لديها أي سند دستوري أو قانوني لن تنجح نحن ما نقوله لديه سند دستوري وهو الوثيقة الدستورية حددت الأطراف أي مبادرة أخرى لا تحدد الأطراف بوضوء سوف يكون مصيرها الفشل ولكن مبادرة الجبهة السورية حددت الأطراف دون إقصاء حددت أطراف برسنة دستوري وهم الأطراف الذين كانوا يديرون الفترة الانتقالية يجب عليهم العودة لتسمية رئيس وزراء ولتسمية حكومة ليس بالضرورة أن يكونوا من نفس الأشخاص أو من نفس الكتل ولكن يتفق على المعايير التي على ضوها يتم اختيار تسمية رئيس وزراء يتم المعايير التي يتفق عليها لاختيار أعضاء الوزارة هذه المعايير يمكن أن تنطبق على أي سوداني ليس بالضرورة أن يكون من المكونات الثلاث يمكن أن يكون أي سوداني تتوفر فيها هذه المعايير يتم اختياره لشغل هذه الوظيفة نحن الأطراف الثلاثة معنية بتوفير القطاع الدستوري والقانوني لعملية الاختيار الآلية ما هي الآلية التي سيتم بها الآن إذا انطلقنا إلى أي حوار سوداني وجمعنا كل القوى السياسية ما هي الآلية التي سوف نختار بها رئيس الوزراء ما هي الآلية التي سوف نختار بها نسمي بها الحكومة لذلك نحن في جمهة سورية كنا طرف من هذه الأزمة نحن طرف في الحكومة لدينا ستة وزراء لدينا ثلاثة من أعضاء المجلس السيادي نحن في قلب هذه الأزمة ونعرف بواطنها لذلك نحن وفرنا الآلية وهي الآلية الدستورية ليست كلام أتينا به من بنات أفكارنا هذا مصد السوري هناك أطراف معترف بهم وثيقة دستورية يعني معترف بها وقائمة إلى الآن لم يتم إلقاء الوثيقة الدستورية لذلك نحن نقول أن الآلية لاختيار هذه الحكومة للعبور للمرحلة القادمة هي ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية هي الآلية سألتك عن التوقيت وأريد منك إجابة مجزة سيد أسامة حتى أستطيع أن أمضي قدما ببقية فقرات أنا أقول بكل صدقة أننا يعني عازمون على إنجاز هذه المهمة في وقت قريب لأن الأزمة استطالت وأن الأوضاع في البلاد لا تحتمل وأن هناك أيضا رغبة من كل الأطراف إلى إيجاد حل لهذه الأزمة التي استطالت نحن نقول بأن السبيل الوحيد للوصول إلى الأزمة هو الحوار الحوار الذي نقول فيه كلنا راءنا في كيف يتم إدارة هذه الفترة الانتقالية ولكن لو سمحت لي في عجال أريد أن أشير إلى نقطة سقيرة أشار إليها رفيقي عادل بخصوص معدل المؤتمر الوطني هذه ليست بدعة ابتدعناها هذا نص ورد في مبادرة سيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وضحت الفكرة سيد أسامة سعيد ووافقت عليه الحرية والتغيير نفسها شكرا جزيلا أن أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في السودان كنت معنا عبر الانتونات لك جزيلا الشكر وشكرا جزيلا كذلك سيد عدل خلاف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كنت معنا عبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم وشكرا جزيلا لسيد هاشم قريب الله رئيس تنفيذي لمبادرة نداءها لسودان للتوافق الوطني كنت معنا كذلك عبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم لكم جميعا جزيلا الشكر مشاهدين المساء مستمرة وبعد قليل باقي فقراتنا وفيها نهيار جديد في صوامع قمحي مرفأ بيروت تزامنا مع الذكرى الثانية للانفجار وهل ضحايا الانفجار يطالبون بتحقيق العدالة وعون يتعهد بمعاقبة المسؤولين اشتركوا في القناة